السلام عليكم مرحبا بيها عندكم اليوم في للا بلوس موقع للا بلوس.ما جبت اليوم واحد تشكيلة جديدة اللي عاد غاد ان شاء الله غاد ينلنسيوها في هاد الموسم الجديد تشكيلة ديال هاد البلغات اللي هما عصريين للمركة عالمية خرجوهم وحنا يعودنا ابتكرناهم واخديناهم على واحد الشكل ودخلنا فيهم كل ما هما أكسسوارات وبقينا في التقليدي عصري بخلينا سفيفة باش تبقى الأصالة ديالنا البلغة المغربية دخلنا سفيفة دخلنا لزاكسسواة بحال اللي تشوفو هنايا دخلنا اتواب بحال هال هاد الشكل هادا ودرناهم بهاد الوطانو هكا اللي غادي يكون هاد الوطانو باش ما كجيش البلغة مح دورة وكتجي كتدر في الدهر فعلينها شويش وخلينها هالفورمة ديال البلغة ما بدناش الفورمة ديال البلغة ودرناها هكا عصريا بحال اللي كتشوفو بأتواب راقية موديلات اللي هما هكا جداد بحال اللي تشوفو خلينا اللي هو كلاسيكي عادي بدون اللي كي يبغي البلغة تكون صبغ عادية ما فيهاش لا لاسفيفة ولا عقيق ولا هادا فبحال هاد الشكل هادا وشو هاد الشكل هادو اللي خدينا وزدناهم اكسسوارات بحال هكا باش عطاتهم كي اللي كي بغي يبقى على هاد الشكل هادا فحتى من ما زال عنا التشكيلة القديمة اللي هي اللي درناها ديال العريسات ودرناها على افك ان بلاتفورم اللي هي خليناها اللي غادي طلبها طبعا غادي نصوبوها لو ميدزنال هاد الشكل هادا اللي هو كي يتناسب مع الشبات عيالات كبار صغار تبك جميع الاعمار وتجي مع السروال اذا انفان تلبس بلدي ولا رومي تلبس مع كسوات تلبس مع سروال تلبس مع جلابات تلبس مع قفتان فهي موالمة جميع على جوج ديال الشكل زال ما اللي بغاي يلبسها غادي يلبسها في اي شكل اللي هو اللي غادي توالمو ودبا رجعت كين واحد الرجوع هادا الناس بزاف رجعوا لهاد البلغة هادا وبحال يقول لكم المركات العالمية ده بابتكروهم وداروهم وخرجوهم بواحد الاتمنة جد با هيدا ولكن احنا البلغة ديالنا توكبنا مع الوقت ومع الاتمنة جد مناسبة لما تدفوت شيء كل واحد يمكن لو يقتنيها بكل بساطة ماشي ماشي شيء اتمنة لين هي غالية وهي اشكال زيانة وصوتو لا فينيسيون لا فينيسيون لين هي واحد لا فينيسيون متقونا جد متقونا والصانع المغربي اللي كيبدع فيها اللي يعطيه الصحة لانه تيبقى في واحد الابداع وجديد وشكل جديد وطورنا البلغة المغربية لين هي اصيلة البلغة العادية ودخلنا عليها بحل هادا التشكيلة هادي باش كل شيء يمكن لو يلبسها ويرجع لها والصانع المغربي يرجعته هو ويخدم ونخدمه يد العاملة لين هي تتبقى اصيلة موسيقى